تدخل جديد ضمن محاولة انتشار قضاء التعليم والصحة في اليمن والتخفيف من وضعة التأثيرات المباشرة لتفجي فيروس كورونا حيث وافق البنك الدولي على تقديم نحو 304 ملايين دولار لمزاندة التعليم وخلق الوظائف وسبلكاس بالرزق وقال بيان للبنك إن منح المؤسسة الدولية للتنمية ستساند مشروعين الأول يتركز على استجابة الطارئة للحماية الاجتماعي والتصدي لجائحة كورونا وسيستهدف الأسر المحرومة من الأمن الغذائي وذلك من خلال برنامج للتحويلات النقدية فيما يتمثل المشروع الثاني بتقديم التوميل للقضاء التعليم والتعلم عبر حزمة من التدخلات المستندة إلى الشواهد والموجهة إلى ألف مدرسة في المناطق المستهدفة البيان أضاف أن التدخلات المقترحة ستنفذ على مدار ثلاث سنوات دراسية تتمثل بدفع رواتب المعلمين وتدريبهم والتغذية المدرسية وتحسينات البنية التحتية للمدارس وعادة ترميم متضرر منها جراء الحرب تجاه ذلك أكدت المدير الأقليمي للبنك ماريناويس أن الشعب اليمني أظهر سموطا رائعا في مواجهة كثير من الكوارث مؤكدة استمرار البنك لمساندة اليمن وتوصيل الخدمات الأساسية إلى ملايين اليمنين الأكثر تضررا وضعفا خصوصا في ظل الصراع القائم وقد أدت الحرب التي أشعلت تمرش الحوثي منذ ست سنوات لا تفكك النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لليمن حتى أصبح أشد البلدان فقرا وأكثر حرمانا من الأمن الغذائي في العالم وفرضت جائحة كورونا ضعوضا شديدة على نظام متأزم بالفعل الرعاية الصحية لا يعمل فيه سوى 50% من المنشآت الصحية التي تعاني من نقص المعدات والمستزمات الطبية الأساسية فيما تعرض ثلثا منشآت التعليمية للضرر أو التدمير لتقذف بنحو مليوني طفل خارج المدارس فيما يحتاج نحو خمسة ملايين طفل إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم فضلا عن الأضرر التي لحقت بالكادر التربوي والتعليمي جرى انقطاع مرتبات وغيرهم من الموظفين منذ نحو أربع سنوات خصوصا في مناطق سيدرة ميليشيا الحوثي والتي أثرت سلبا على انتظام العملية التعليمية اشتركوا في القناة